خلينا نعترف كده في البداية ان ما فيش رجل ايا كان ما بيخافش من مراته نجيب من الاخر كده ونكون واضحين مع بعض ومدام ما فيش اي انسة الا لما هتكون متجوزة او هتتجوز اذا الموضوع يهم كل الاناس ومن هذا المنطلق كل انسة تكتب لنا تتوقع جزء هيجي في المركز الكام او اللي هي مرتبطة به طبعا اكيد عرفة بوركو حد اسكى شوية يقول لنا المركز الاول هيكون مين انا بقرأ كل تعليقاتكم تقريبا والرجال فعالية النهاردة اللي معانا تكون شجاعة وتكتب لنا كل رجل يعني يتوقع بورجه هيجي في المركز الكام ويلا بينا برحب اجمل ناس كده وبدعوا اللي مشتركش في القناة انه هو يشترك ويلا بينا نبتدي في المركز الاثناشر حد توقع بورج الحمل الناري رجل بورج الحمل الناري شجاع وما بيخافش واذا احنا قلنا كل الرجال بتخاف ولكن مقومة درجات يعني فالحمل ييجي اقلهم خوفا لكن بيخاف برضو بيخاف اوي خلي بالكم يعني ما تفكروش حاجة فبييجي معانا في المركز الاثناشر اعلى منه في المركز الاحداشر وقريب منه اخوه المتشابه معا رجل الاسد الشجاع ايضا بيخاف برضو مش هننكر يعني ولكن مقارنة بالرجال التانية بييجي معانا في المركز الاحداشر في حلقة النهاردة وخلينا اقول كده لو شايفين الحلقة دي يعني عجبتكم ندوس لايك توصل لبقية اصدقائنا وشيروا على قد ما تقدروا احنا طالعين في المراكز كده في المركز العاشر رجل اخر المفروض في حلقة النهاردة ان هو من اقل الرجال اللي بتخاف من زوجاتها والانسة اللي في حياتها رجل برج الجدي الطرابي يعلوهم في المركز التاسع رجل العقرب المائي اذا الاربع رجال دول انجاز التعبير مقارنة بكل الرجال هم اكتر اربع رجال المفروض يعني العملية عندهم هادية ما بيخافوش اوي مقارنة بغيرهم ولكن في الاول وفي الاخر كلنا بنخاف طبعا نستمر في الصعود كده وهنبدأ ندخل بقى في منطقة وسطة ونخش للمركز التامن نلاقي رجل الميزان بييجي في المركز التامن ها يعني العملية شوية بيخاف مرة يخاف مرة ما يخافش مرتين ما يخافش بييجي في المركز التامن في المركز التامن موضح نفسه شوية اذا هو بعد اكتر اربع رجال الخوف عندها قليل هو رجل برج الميزان الهوائي اعلى منه في السابع رجل برج الطور ولحد رجل برج الطور يعني الرجال دي العملية ماشي معاها طبيعي بدأنا بقى من المركز السادس الرجال اللي هي بتخاف من زوجاتها بصراحة بتخاف اوي من اول رجل برج الجوزاء ابي خاف ابي اعمل حساب ابي داري اه ما عندوش الشجاعة ان هو يقول كل اللي بيحصل وكل حاجة حتى لو هي شكلها وحش وسألته ما يقدرش يقولها زي الامر ما هو مزوئات كبير وبيخلع نفسه يعني وما فيش حد ما بخافش من مراته عمتا زي ما احنا قلنا فرجل برج الجوزاء تلاي يقول لا ايه الامر ده ما شفتش ولا هشوف حياتي اجمل منك ده على سبيل المثال تبقى مثلا عاملة اكل ما يتكلش عك ولا تسلم ايدك ولا دقت ولا هدوق زي اكلك يا روح قلبي الجوزاء كده في المركز الخامس رجل اخر بيمشي بمبدأ من خاف سلم هو رجل برج القوس الناري بييجي معنا في المركز الخامس لا بيخاف بيخاف وزيه كده او بيتبع شوية فلسفة الجوزاء بيكبر دماغه عشان ليلته تعدى على خير وكل الرجال دي بقى من اول الجوزاء وطالع ان ما خافتش ليلتها مش هتعدى على خير يعني ان ما حطتش عقلها في رصها كده وخافت ليلتها مش هتعدى على خير كل الرجال دي في منطقة ورباعي خط النار في منطقة تانية خالص اكتر اربع رجال بيترعبوا يعني بيرتعشوا حتى لو هم مش مبينين بس من جواهم يعني لا بيخافوا بيخافوا بيعملوا حساب وبيقولوا يارب تكون راضية عننا الليلة عشان تعدى على خير رجل السرطان الغلبان مع النساء اول برج في رباعي خط النهار في حالية النهاردة في المركز الرابع لا بنخافوا احنا مش هنداري بنخاف وبنخاف قوي وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم رجل برج السرطان المبادئ بتاعته واضحة قوي في المواضيع اللي زي دي وإلا ما كانش يجي معانا في رجال القمة في حالية النهاردة ودايما يقولك ربنا يسطر لما تكونش راضي عن الليلة او تسمع كلمة دايقها او اعمل موقف ملوش اي لازمة وفي رجل بيجي في المركز الثالث بيترعب اكتر من رجل برج السرطان هو رجل برج العزرة رغم انه باله طويل قوي وبيطنش ولكن بيخاف وبيعمل حساب وبيقول يعني يا ربي يعديها على خير ومبدأ من خاف سلم برضو بيمشي بيه وهو بيجي معانا في المركز الثالث وربنا يكون فعونه حياته صعبة حياته ضنكة وانا عايز اقول للنساء خفوا عن رجال شوية خفوا على ابراج القمة تحديدا شوية يعني خلى عندكم شوية رحمة كده بلاش اسوأ يعني مش انتم عرفتوا بقى نقطة ضعفهم في حالية النهاردة تتاجكوا عليهم اكتر خلي بالكم يعني الرجل ده طفل طفل بريء غلبان او دي تاني في المركز التاني بقى هنعلم ونوصل رجل برج الدلو الهوائي من اكتر الرجال اللي ممكن تخاف من الانسة اللي مرتبطة بيها او من مراته تحديدا وتتلشها يعني رجال القمة من الرجال اللي بتحاول تتلشها زوجتها او ملهاش في حتة المواجهة قوي معاهم او ملهاش في حتة الشد والجازب والعصبية والخنام والعند وهات وخد والمجادلة والمنقشة واقول وجهة نظري واستحمل واسمع مفيش الكلام ده الدلو كده وعشان هو كده بيجي معنا في مركز متقدم اللي هو المركز التاني في حلقة النهاردة يعني بعيد او مش بعيد بقى في صلم موضوع حلقتنا خفوا على الدلو المسكين خفوا على برج الدلو المسكين شوية الله يرضى عليكم يعني وبلاش افترة متفتروش علينا متصدر بقى المركز الاول اكتر رجل بيخاف اذا قرنناه ببقية الابراج وهو رجل برج الحوت المائي اللي بيجي في المركز الاول مسكين وغلبان وبطلوا افترة جماعة الرجل ده بالذات النساء النارية تهد اللعب اسد وفارسة عنيدة يعني زعيمة العصابة والفارسة العنيدة الله يرضى عليكم يعني وما يحكمكم على ولا يخلي بالكم من رجال القمة واستهدوا كده بالله شوية وطولوا بالكم لان انتوا يعني كده يعني في خل الدنيا تبقى حلوة اكتبوا لي اراكم في الحلقة دي محبتش ان انا اطول عليكم وعندنا قنوات تانية على اليوتيوب بيسأل محمد وعيلته وقناة الكورة اللي بيسأل ازاي تواصل معايا الى انستجرام الفيسبوك بنعمل لايف فين وكل يوم تقريبا موضوع جديد وحلقة جديدة الساعة تقريبا لايف وبندردش مع بعض وناخد وجهات النظر ونتكلم فيستوف وفيسأل انستجرام كل الرابط دي لو انت على اليوتيوب في وصف الفيديو ولو انت على الفيسبوك انزل على التعليقات هتلاقيني مثبت ما نشوف في الرابط دي كلها واي حد بتشوفه عندي فيديوهاته عنده فيديوهاتي غير محمد ابو زيت بصوا على العنوان كده يبقى نصى بلغوا الاشتراك على طول وما تسيقوش فيه واي حد بعتلي وأنا اتأخرت في الرد عليه رجاءا ما يزعلش مني غزب عني هرد عليه عاجلا ام عاجلا وإلى اللقاء